السياحة والصفر وكيف مفضل أنك تحجز عن طريق الإنترنت أو أنه تتوجه لمكتب سياحة فيه إيجابيات وفيه سلبيات من هون وكمان من هون وهتنسأل لغسانة بي مدير مكتب سياحة صباح الخير أهلا وسهلا فيك طيب شو الديل الأصبط والأحسن والأنجع والأفضل يعني عن طريق بدنا نتجرد بأنك مدير مكتب سياحة بس أوكي بس ندنا نصدر خبرتك هنا إحنا فعن طريق الإنترنت يمكن أرخص صحيح؟ بتعلى الإشي بس مظبوط في أغلب الأحياني الناس بتفكر أنه عن طريق الإنترنت السياحة يأرخص أو من شكل عام بشكل طيران أو بشكل إذا حجوزات اللي هو يعني بيكون زي يعني نقول قتلات كل المسار السياحي بشكل عام اليوم الشركات الطيران المنافسة جدا كبيرة على الحجوزات اللي هي على الإنترنت لأنه أونلاين اليوم أهوى لزبون السماء مفتوحة كمان وأسرى على اللي لزبون بيكون أما إذا من رحها قتلات بالذات على أنا المحلات اللي بشتها على شرق آسيا الموضوع بيختلف الشكل الكبير عن أنه الإنترنت الناس بتغلط وبتوقع بالفخ هذا هو السؤال أستاذ غزان بيختلف لأنه بيصير أصعب ألية الحجز وتكون متأكد من الأماكن ولا أنه مش متاح؟ لا بيصير أصعب يعني أنا على سبيل المثال أعطيكي مثال جدا بسيط يعني عندي زبون يسافر على منطقة في شرق آسيا وكان عنده استراحة اللي هي ترانسفر بس يغير طيارة لمدة أكتر من أربع ساعة في الهند الزرمي على إغاد أكتر من 48 ساعة لأنه معاوش فيزا فيعني هذا هو يعب الفخ أعطيكي مثال بسيط مثال تاني اليوم إذا تفوتها على اندونيزيا بيك تأخذ فيزا بيك تروحها على اندونيزيا بتعلق وين المحلات أو إذا مسافر على بلد اللي فيها كتير بدك كمان تتنقل بين محلة محل وكتير يعني طيران داخلي زي ما من قولي أوروبا بيضم له شوي أهو أما إذا نحن نحكي عن المحلات اللي هي بعيدة بيكون الإشي شوي أصعب وبدها أكتر هتنقول موضوع القتلات ممنوع الصفر موضوع التغيير في المطارات بيكون فيه كتير انتباه وشان ننزبوهم يوغاش بالفخ طب راح نفوت كتير تفاصيل بس وانت مفضل أن أحجز عن طريق الانترنت بأي حالات قلتلك مسألت الطيران مش صعب نتحسن طريق الانترنت بس أنا حسب رايح حسب خبرة أنه كمدير بالسياحة وهاتنقول يعني عندي خبرة البسيطة في السياحة أنه انتك تعرف أي قتل رايح بدك تعرف أنه واحد عنده تجربة شخصية بهذا القتل اللي ينصحك هل القتل هذا منيح ولا هل القتل مش منيح من ناحية منطقة من ناحية نظافة من ناحية كل الإيجابيات والسلبيات موجودة ممكن على تعليقات اللي بتكون موجودة زي ترب أدفايزر وكل هاي المواقع اللي ممكن تدلني وتفرجيني كتعليقات هذا المطعم منيح هذا الحي مش منيح هذا المطعم ما بيقدم هيك هذا الحي بيعمل هيك كل هاي التفاصيل صح مظبوط أنا بقول لك بالانترنت اليوم الإشي جدا مفتوح وجدا وجدا واسع وجدا بساعد أنا ما بقول إنه انترنت ما بساعد بس مرات إلا ما يكون فيه فخ اللي هو زبون ما في عنده يعرف يعني ممكن نقول لك إنه ترب أدفايزر هو منطقة قريبة بس منطقة قريبة مش إلك أنت يعني من ناحية أنت الشغلات اللي أنت محتاجة بهذه المنطقة تكون فيها مكان السفر أو منطقة التنقل بهذه المحلات بهذه السفر يعني إذا عطيك مثلا مثال يعني إذا أنت اليوم بتروح على منطقة جزر المالديف يعني اليوم هي جدا مشهورة بالوسط العربي صح كتير يعني بالنسبة للشعر العسل كمان يعني الناس ما بتعرف إنه في عندك من أكثر من ألف قتل موجود في المالديف يعني أنت بتحكي عن يعني إذا نعود إسانا وياك نتخرف ما تخلصش قتلات بس السؤال شو الأنسب إليك من ناحية سعر من ناحية تنقل ومن ناحية أيضا إنه الجودة تابعة القتل يعني اليوم في مالديف فيه ثلاثة إمكانيات للتنقل أو بالسفينة اللي هي نص ساعة أربعين دقيقة تاخد مرات أو هو السيبلة إن هي الطيارة فوق المي أو في مرات تنقل مرتين يعني فزبون بقع بالفق إنه بقع تنقل مرتين كمان وأغلى السعر يعني هو بقعش إنه هو بتنقل مرتين كمان بالسفينة وكامل هاي فلا أنا بعطيه أو واحدة من هنا اللي هي تكون دايريكت يعني دغري مباشرة على الأوتيل حبي يعني هاي شغلات كمان الناس تنتبه لهاش إنه كتير مهمة وإنتي مش بس بتوفر سعر أنت كمان بتوفر راحة إليك يعني ممكن تفرق شوي بالسعر هون لهون مثل أنت بتوفر راحة وهيك أضمن يعني وبعدين شغلي من أسل أنت حكيت للإنترنت يعني موضوع تاني باللسفة للإنترنت اليوم أنت عندك الإنترنت الساعة ثلاثة الصبح أنت صار معك مشكلة أطعتك طيارة مش عنوان مش عندك الأوتيل مش يستائب لك مش مواصل الحجز أو إشي لمين تتوجه يعني إذا أنت حكيت أو إلى آخره يعني من ناحية محلات مش عندك تتواجه يتوجه بالإيميل طيب يضل إليك بالإيميل مش راح يكون 24 ساعة متواجد أوكي هي واحدة من المساوئ الجدية أستاذ غسان يعني يوم تقدر تقول نسبة كبيرة من الأشخاص اللي بوصلوا على مكاتب سياحة فعلا بحتاجوا الوكيل بشي مرحلة من صفرتين في نسبة من يحل اللي بتتواصل أو بتتصل آه طبعا يعني أنا بقول بشكل عام هي العائلات والشهر العسل خلينا نبعد شوي عن الكابلز يعني أنا أقول يعني الأسواج الثاني رايحين يعني اللي متجاوزين يعني وهيك بس طلعين يعني أتنقول صفرة خفيفة بس إنه شهر عسل أو معه أولاد وهي مسؤولية أو إيش من شهر عسله مجبور محكوم ومن ناحية ومن ناحية عائلة يعني هو كمان عنده مسؤولية أولاد بدي يكون منظم ديري حراس يعني فيه له عنوان ليتواصل معه 24 ساعة تقريبا وهي من أنا الخدمات أنا بقول يعني إحنا كوكرة السياحة لازم نتبع عليها ونحافظ على الزبون من ناحية خدمه ومن ناحية تواصل معه مباشرة جميل واو أوكي طيب إحنا بشهر الربيع هيك نصائح عامي وين بتحب تودّي العالم ولو قربنا هم جد استرسل أكيد ربما بحضر عشان ثلاث ثلاث أصابيع تقريبا طلع من ناحية مناطق يعني نحن نقول يعني اليوم أنا عم نسأل عشان لازم نبلش نوفر من الصفحة صح مظلوط من صفحة أجازي كمان مظلوط صح طلع هو من ناحية أوروبا يعني كل السنة حلوة أوروبا بس أنا إذا دبعد شوي عن أوروبا لأن أوروبا صار زي مقول يعني مستهلك مستهلك كتير إذا إحنا منروح على وجهات شرق أس أو منروح على أميركا خلينا أبلش بشرق أس اللي هو أكتر شغلي وأكتر يعني هاتقول فهمي أكتر تحكي هند تايلاند الهند أو تايلاند أو المالديف أو السنغافورة يعني كل مناطق حتى اليابان يعني بهاي المناطق بشهر الربيع السعر ببلش يخف يعني أسه بشهر ثلاثة إلى شهر أربع بخف عطلة الربيع شوي فرصة العياد والفسح وعطلة المدارس شوي ممكن يغلس سعر عشان الطيران بتعلى ومقتظة بتكون كل الأماكن بعدين برجع بنزل على فكرة السعر كتير مناسب يعني بيطلع بشهر خمسة وأربعة وفيش عنده ولاد فيش عنده مشكلة أنا بنصح لأنه السعر كتير بخف يعني أنت بتحكي عن 20-25 من يهي شهر أربعة وخمسة بعد فرصة الولاد وعطلت المدارس فرصة الربيع بما تسمى بالزبط بعد العطلة بيخف كتير السعر وعهاي المناطق بالذات الطائس الناس بتفكر أنه لا يعني بس بالصيف أنه عندي بيكون شتاء الحكي مش مصبوط أنا كنت المالديه بشهر 12 وكنت بشهر 7 نفس الشي طائس ممكن هون تشتي وهون تشتي كذلك الأمر في تايلند يعني الإشي ما بيختلف لأنه احتمال الشتاء لأنه استوائي فاحتمال الشتاء أن ينزل دائماً دفواجد بس عفواً بس أنا لما كنت وانت بال2008 لما كنت في الهند كنت بشهر 12 وبشهر واحد كانت كتير صيف غاد كانت تحرارة 45 واربعين أنا بحكي كذا محل كنت يعني جايبور ومومبيو بس عم بحكي بهاي الفترة تحديداً كانت بقوة بمركز 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 بجنوب بجنوب أحمى شوية فهمت عليك كان حم كتير كان حم كتير كتير صح مظبوط صح إذا بتروح على بومبيو شوية بيكون أخف مظبوط مظبوط لأنه كمان أنت بتحكي أنه المناطق الشمال بتختلف عن مناطق الجنوب في الهند والهند على فكرة كتير رياس إذا أنت حكيت عن الهند يعني بالوسط العربي بتعرفش شو فيه بالهند بتفكر أنه الهند يعني لا بالعكس فيه كتير وجهات سياحية موجودة بالهند وكتير حلوة محلات راقية بعرف أنه من ناحية يعني آسف على التعبير للعض أنه شوي بالهند مش كتير النظافة بجداً عالة صحيح هالواحد من المخاطرين وهنا بيحتاج أنه يكون معه وكيد السياحة يساعدوا الخبرة والجهات عم تفتح كتير على الوسط العربي يعني بالذات الهند بالذات تايلند سنغافورة الفلبين كتير عم تفتح على الوسط العربي وإسته اندونيزيا كمان عم تصرح للوسط العربي بدها فيزا صحيح اندونيزيا بدها فيزا والفيزا لحد الآن يعني إحنا كيف نطلع الفيزا اليوم عن طريق أو بيسافر على سنغافورة أو بيسافر تايلند وبتاخد بين 30 إلى 60 يوم شو المسافة من مطار ليد لأبعض نقطة يعني لهناك تتوصل يعني انت تحكي بشكل عام شكل عام أو أندونيزيا بدك يعني هتنحكي بين 12 إلى 14 ساعة وإذا بتطير من الأردن نفس الشي مش أحسن نفس الشي نفس الشي اليوم عندك الخط بس من الأردن للهند سبع ساعات صح مزقوط أكتر شوي 9 حوالي مع الترانزيت أنا بحكي أنت بتحكي كله يعني كل يعني تنزل التطار وبعدين بتكمل يعني صح مزقوط بتطلع يوم من مطار الليد على عمان من عمان على الدوحة من الدوحة على الهند وفي عندك اليوم بتطلع من الليد كمان يعني زي توقف بتركيا ومن تركيا يعني فيه اليوم كتير موجود الإنكانيات في عندك أسبكستان في عندك التركية في عندك الخطرية في عندك الإمارات عد نغضر عد من هون لأبكرة يا جماعة وجعت لنا قلبنا على الصباح عم تحفر الهند والمالدي بالأي لانز طب أسبس غستان آخر يعني نرجع نجمل الأمور اللي تحدثنا عنا بالفقرة النصائح لمشاهدين في الأشخاص اللي بدن يحجزوا ارجع هيك نوهلا اللي عن طريق الإنترنت ايش مفضل لأي وجهات سياحية وانت عن جد مفضل ان نتوجع عند وكيل سياحة اتوجع عن وكيل سياحة او على الانترنت اتنين يعني منح فيش احنا نقول هيك او هيك مية بالمية صحيح اما اليوم احنا نحكي عن الانترنت انا قلتلك من ناحية طلال ما في مشكلة انه يحجز من ناحية ايضا ممكن نلاقي عن طريق الانترنت ارخص بس انا متأكد اذا هتنقول 90% من الوكلاء السياحة بيعرفوا يشتغلوا على سيستم صح بيعرفوا يشتغلوا مع يعني موجهات سياحية التي هي صحيحة وعندنا خبرة كافية في عندنا اسعار تكون احسن بكتير من الانترنت يعني انا اليوم من ناحية شرق آسيا اليوم عندي اسعار بكتير بكتير أرخص من الانترنت يعني بحكيك 20-30% وهاي نصيح شكرا غسال جزيلا شكرا مشاهدين شكرا 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 شكرا